هنكمل البول بقى والاية اه البول اهو طب يلا يلا نقول على البول هو اي مريض عنده شكوى في البول بتبقى الشكوى محدودة جدا اما البول كتير قوي واما قليل قوي واما متكرر مع الوش كتير يعني بقول كل ربع ساعة هنزل اتنين تلاتة سنتي من دول مشو كانش تشارب مية كتير ولا حاجة ولا فنجا القهوة والمية بتدق القهوة بتدر البول واما البول بيحرق ايوه فانا اخد حاجة حاجة عشان توعية للناس كويس بس الرجاء محدش يعلج نفسه تمام خالص يعني محدش ياخد كلامي ويبتدي يتصرف فيه طبية وقال لي بقى ساقت تالتة زي جماعة نعرفوا باني فنبدأ بأهم حاجة في الدنيا بازاي واحد يفرق بين بوله كتير وبوله عادي تمام ده سؤالة انا لو سألت طال في باكالوريوس اقول له طول بول الطبيعي للانسان قد ايه كم سنتي وجاوبك يبقى ساقت ازاي يسقط على طول شفت يبقى انا رنجأت برافا ليك او الله لان كل واحد وليه طبيعته لا على كمية الماء اللي شربه اه ما هيبقى طبيعته اه اه يبقى طبيعته انا شربت مثلا في يوم حتى على طبيعتي اخد لترين الماء اه في يوم جات ياخد خمسة لتر اه وجسمي سليم اه خدي بالك من كلمة جسمي سليم اه لعندي كبد ولا قلب ولا كلا ولا اي حاجة اه هنزل الماء اللي شربته طبيعي فييبقى البول زاد بكمية الماء اللي شربته اه وقل بكمية رمضان نفيش ماء السوق البول هيقل قطعا لان انا كمية الماء اللي بشربهه قليل لعشان كا احنا بننبه الناس يشربوا ماء كفاية من المغرب لصحور يعوض خاصة لا ياخد كمية الماء بتاعته اه خاصة كبار سن خاصة كبار سن عشان ما يجابش مشكلة في الكلة اه فحنقول ان العيان صعب جدا اولا انت دخلت طويلت كم مرة مم يعني انا لو سألتها لك اخر النهار انت دخلتك هون ما تفتحش لا صعب صعب انما لو قمت بالليل لا امرك ما تنس طبعا طبعا فا دايما احنا نسأل على قمت كم مرة بالليل مم الطبيعي يا سيد محمود الطبيعي ستة صفر خمسة واحد اربعة اثنين ده الطبيعي لا تقسمت الزمالي كل ايه لا ستة صفر اربعة واحد اثنين انا كل ماقول كلا ستة صفر يعني يتبول ستة مرات الصبح النهار يعني ولا مرة بالليل ستة صفر او خمسة واحد يتبول خمس مرات النهار واحدة بالليل او اربعة اثنين اربعة مرات ومرتين اما اسأل عن انت دخلت الطويلت كم مرة صعب جدا يجاوب انما قوله قمت كم مرة بالليل خمس مرات ام انها قضية كان نايم اه طبعا طبعا مزعجة جدا اه واحد قم بالليل كتير جدا جدا انا شخصيا شخصيا بعمل لي بقوله لو سمحت اتبول في ازازة هات ازازة كازوزة اي ازازة اي ازازة كازوزة وخيل لي فيها يقول لي ان انا طول الليل مجيبش عد تلاتين سمتي قلو لأ انت مش مشكلة بطنية يالتهاف المسانة يالتهاف المسانة يالتهاف المسانة من 24 ساعة مع كمية مية طبيعية تاني مع كمية مية طبيعية بولي من لتر لتر ونص في اليوم في اليوم مع كمية مية طبيعية لقينا البول كتير بقى قضية كبيرة جدا 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 ليه بقى؟ ليه بقى؟ سكر اه سكر طبعا بتاعت بالليل دي مؤشر للسكر مش قوي يعني قدمه يقول لي ده مريض يا فلان هنحلل بقى لان انت جايب في اليوم تلاتة لتر وانت بتشرب كمية طبيعية في ناس هتتعجب جدا يمكن تطفي او تغير محطة ايه وقت غير محطة؟ لا مش هغيره هتش غير عليك المحطة ابدا الفشل الكلوي احكيلي بقى الفشل الكلوي الفشل الكلوي نوعين نوعين كبار جدا جدا فشل الكلوي حد وفشل الكلوي مزمن طبعا شتانة بينهم طبعا شتان تخيل بقى اللي هيزعل الناس المزمن يجيبه بقول كتير هو يقولك بقى يعني دايما ان العيانة قوله اصلا فيه اه كلا اصلاها عطلانة شوية قولي عطلانة ايه يا دكتور دي انا بجيب بول كتير جدا الكلة اللي بتفشل مزمنا مش حادا يجيب بول كتير طب الحاد تعريف الفشل الكلوي الحاد تعريفه ان يكون البول في ال 14 ساعة اقل من 400 سنتي مش لا مش ما جابش بول لا مش ما جابش بول دي تبقى فيه مشكلة اكبر من كلب كتير انت بقى مذاكر كوز جدا لا دي دي بقى حكاية بقى صعبة انا حاجة هنا عشان نجيب معاية تنامزة يا مساهل يا ربا فاللي ما جابش بول ده نقف عنده شوية خلاص اللي جاب بول كتير يا اما سكر طب اللي جاب بول كتير ده وضعه الصحي ايه حقوله يا سكر يا فشل كلوي مزمن مش عاد يا امراض تانية بتبقى فيه غدة غدة الاضرار اللي في المخ فيها مشكلة بس الاتنين اللي هموا او الناس يا عندي سكر يا كلوتي مش كويس عشان كده بجيبكي 100 بول كبيرة كبيرة طب اللي مجابش بول عندنا 3 احتملات وحارتك هدي كلوة بتعمل بول بتنزله في الحالب ينزل في المسانة ومن المسانة الى مجرى البول اللي بره كمان كلوة بتعمل بول حالب نزل البول مسانة استقبلة البول ثم مجرى البول اللي طلعه ألا يمكن يكون مجرى البول مزدود طبعا والحالب مش بتجي واس حصوة برستاطة تسد برستاطة عند الرجال اللي فوق السبعين ده اللي بينزل قليل اه انا بتكلم على واحد ما عندوش بول ما عندوش بول واحد ما عندوش بول اما البرستاطة ألا يمكن يكون أنا قافل مجرى بول بحصوة ممكن جدا بحادثة بس دي مش بيسبب ألم رافع ليه انت فضيع يعني المفروض ان هو يحس بألم فانفيه الاستاذ اللي بدرس لنا الحتة دي قال لنا مثلا مش قادر انساه خلي بالك انا خارج سنة 68 يعني من شوف ما كان سنة مش نسيه كان هناك رجل صالح ام امير جدا طيب جدا جدا فاخر عمره قال يا رب انا لم اختبر طب انا جاي الصالح عشان مختبرتنيش بصوا بقى اخر القصة قصة طويلة جدا اه فاختبره الله بحبس البول فكفر يا ساتر يا رب اه انا فاكر ودي اللي بعلمها دا الطلبة اه ازاي تشخص واحد بقوله محبوس دا درابق اشتركوا في القناة